السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان واخواتهم الجديد. في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سأنا تطرق الى اداد وهي اداد جد مهمة ان شاء الله تعالى والتي تعمل على اضافة لو او شكل معين الى شكل معين او حدف جزء معين من شكل معين. لنتابع الشرح الان نقوم باختيار shape tool مثلا. دائرة مثلا. ثم نقوم برسم الدائرة او القرص. بعد ذلك نقوم بصنع دائرة اخرى. هكذا. كما تشاهدين مني. ثم نقوم بوضع الدائرة الاولى على الدائرة الثانية. هكذا. ثم ذلك نقوم بتحديدهما بادات selection tool. بعد ذلك نقوم باختيار اداة shape builder tool كما تلاحظون معي الان. وهي هنا نقوم باختيارها. بعد ذلك نقوم بوضع هذه الادات على الشكل كما تلاحظون هناك خطوط او نقاط جد صغيرة والتي تحدد لنا مكان معين من الشكل كما تشاهدون هنا وهنا. اذا اردنا مثلا حذف هذا الجزء المعين من الشكلين فقط نقوم بتحديد الجزء المراد حذفه ثم نقوم بالتغط على زر alt بعد ذلك نقوم بالتغط على زر الماوس على اليسار ثم بعد ذلك نقوم بتحديده كما تشاهدون قمنا بحذف هذا الجزء كما تشاهدون معي. اذا اردنا اعادة ذلك الجزء الى مكانه اصلي فقط نقوم بتحديد المكان ثم نقوم بالضغط على الزر الايسار لماوس هكذا كما تشاهدون معي عاد لنا الشكل المحلوف من جديد. وايضا اذا اردنا حذف هذا الشكل نقوم بنفس الطريقة بالضغط على زر alt بعد ذلك نقوم بالضغط على زر الماوس الايسر ثم نحذف هذا الجزء. اذا اردنا كذلك جمع او اضافة هذا الجزء الى الشكلين معا فقط نقوم بتحديده ثم نقوم بالضغط على الزر الايسار لماوس بعد ذلك نقوم بجره الى اليمين كما تشاهدون لقد قمنا باضافة ذلك الشكل الى القرص التاني. وايضا اذا اردنا جمع القرصين في شكل واحد فقط نقوم بجر زر الماوس الى اليسار هكذا. ما تلاحظون معي والان اصبح لنا الشكل واحد. كما تشاهدون معي الان. هذه الادات جد جد مهمة سنحتاجها ان شاء الله تعالى في تصاميمنا. انتهى الشرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.